هو خطة الوزارة في التعامل مع فيروس كورونا خليني أقول لك الإيجابيات والسلبيات أو الحاجات اللي هي ممكن نقول عليها تحديات وفرص الجزء الأول طبعاً لما جينا وضعنا الخطة في شهر مارس كانت بتتكلم على أربع محاور محور التعامل مع المخلفات الطبية اللي هي بتطلع من المنشآت ومن المستشفيات الجماعية ومن العيادات جزء تاني خاص بي المخلفات البلدية الصلبة اللي هي القميمة وكيفية التعامل معها الجزء الثالث اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو التوعية والسيطرة على تلوث الهواء الحقيقة الأربع محاور دور احنا اشتغلنا فيهم مع مختلف الوزارات سواء في النفايات الطبية مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بدءاً من التفتيش والمرور على أكتر من 2500 منشاقة طبية على مستوى الجمهورية فكرة ان احنا نشتغل على اطلاق موقع إلكتروني لرصد جمع النفايات الطبية والمواقع الإلقاء فيها التدريب اللي تم المسؤولي النفايات الطبية داخل المنشآت الطبية وده كان جزء مهم جداً لأن كمية النفايات الطبية اللي طلعت واللي ما زالت بتطلع في الوقت ده كانت كتير جداً المخلفات البلدية فأول الأزمة ونص الأزمة وآخرها مختلفة تماماً يعني احنا النهاردة لما بنقول محتاجين إجراءات احترازية مهمات وقاية للعاملين في منظومة النظافة محتاجين إن إحنا يبقى فيه تطهير للعربيات دي مختلفة عن لو أنت قررت تعزل قرية مثلاً بالكامل أو قررت تعزل مركز زي ما حدث في المعمودية فده بتضطر أن أنت تنزل هنا بتجمع المخلفات ما بتودهاش المصنع بتوديها مدفن بتعمل خلية منفصلة عن النفايات الطبية العادية بتبطن بالجير الحي فكان كل موقف الحقيقة التناول بتاع هذا الموقف مع الوزارة المعنية المنفذة سواء في حالة المخلفات الصلبة البلدية وزارة التنمية المحلية أو النفايات الطبية وزارة الصحة وما إلى آخره كان بيختلف كان دور وزارة البيئة هو دور وضع الاشتراطات المرأبة التفتيش تقديم الدعم الفني بننزل بالمعدات وبالعاملين بتوعنا إن هم يقدروا يقوموا بهذا العمل بجانب طبعا التوعية لما بدأنا شوية الأزمة تختلف بإن إحنا الدولة شأنها شأن العالم بتتوجه للفتح التدريجي بدأنا في عمل الأدلة الإرشادية الأدلة الإرشادية الخاصة بكيفية التخلص من مهمات الوقاية الشخصية خاصة إن هذه المهمات الوقاية بقت إجباري إن إحنا بنلبس الكبامة طب أنا النهاردة ده موجودة في كل بيت هتخلص منها إزاي هبتدي إن أنا أحطها الأول هرشها بالكحول هبتدي إن أنا أقطعها وبعدين نحطها في قيس وألقيها وذلك منعا لانتشار الأمراض ومنعا لإعادة استخدامها مرة أخرى بطريقة غير صحيحة الدليل الإرشادي التاني اللي إحنا كنا شايفين إن المهمة قوي اللي خاص به المنشآت السياحية والفندقية والمراكز والأندية بتاعت الشباب وده تم تنصيقه مع وزارة السياحة والآثار مع وزارة الشباب والرياضة مع وزارة السحة وكيفية إن إحنا نقدر إن إحنا ننصح داخل هذه الأندية فتحنا الأنشطة البحرية للمحميات حطينا دليل إرشادي لكيفية التعامل مع المحميات الطبيعية وقت الأزمة طبعا فيه جزء إجرائي خاص بوزارة السحة ولكن فيه جزء خاص بالبيئة على سبيل المثال الجزء بتاع استخدام البلاستيك لحد من استخدام البلاستيك لأن طبعا لما هتستخدم حاجات ديسبوزبل كتير ممكن يبقى أسهل حاجة أنك تستخدم بلاستيك يطلع على المركب ينزل جوه البحر هيؤثر بصورة كبيرة جدا على الحياة البحرية الفكرة اللي احنا تناولنا بيها أزمة كورونا كان أكتر من أن أنت بترد أو بتدي رد فعلا هي تخطيط وتنصيط كامل مع مستوى الوزارات للحد من انتشار الفيروس ولكن ما تعلمناه في هذه الأزمة والعالم كله تعلمه هو ضرورة التعافي الأخضر لو هنتعافى كلنا من كورونا لازم أن احنا نضع البيئة ضمن الأولويات بمعنى أن وقت أوقات الحظر كان طبعا نسبة التلوث في مصر شأنها شأن الدول الأخرى نسبة التلوث الهواء انخفضت بـ 45% نسبة التلوث والدوضاء عشان كان فيه وقت معين للحظر بنسبة 75% معنى كلام ده أن احنا الحقيقة إعادة التوازن البيئي أو النظم البيئية بصورة سليمة بيتطلب أن احنا لما هنتعافى هنتعافى بطريقة خضراء وعشان كده كان دور وزارة البيئة في خلال الفترة اللي فاتت التحضير مع وزارة التخطيط مجموعة من المعايير البيئية اللي يجب إدرجها في الخطط الاستثمارية والمشروعات بتاعت الدولة